جلد الضفدعة تتميز الضفدعة كغيرها من البرمائيات بوجود جلد ناعم لا يحتوي على أي ريش أو شعر والسؤال الآن، هل تقتصر وظيفة الجلد على الحماية فقط؟ أم أن له وظائف أخرى؟ وما هو تركيب الجلد الذي يسمح له بآداء تلك الوظائف؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً تركيب الجلد يتكون الجلد من طبقتين رئيسيتين وهما البشرة الخارجية إبديرمس والأدمة الداخلية ديرمس أولاً البشرة الخارجية والتي تتكون من طبقة طلائية حرشفية مصففة منها صف من الخلايا العمودية تسمى بطبقة مالبيغي ثانياً الأدمة وتتكون من نسيج ضام يتميز إلى طبقتين وهما 1- طبقة إسفنجية سبونجي لير تقع أسفل البشرة مباشرة وهي عبارة عن نسيج ضام فجوي يحتوي على أوعية دموية 2- طبقة متماسكة Compact Layer وهي عبارة عن حزم أفقية ورأسية كثيفة من نسيج ضام ليفي هذا بالإضافة إلى احتواء الأدمة على التراكيب التالية 1- حاملات الأصباغ Pigment Layer وهي خلايا صبغية متفرعة تقع أسفل طبقة مالبيغي تحتوي على حبيبات الميلانين السوداء 2- الغدد المخاطية Meekas Layer وهي من نوع الغدد الحويصيلية البسيطة وتفتح على سطح الجلد قناة لإفراز المخاط 3- الغدد السام Poison glands وهي نوع آخر من الغدد الحويصيلية البسيطة يتكون جدارها من مدمج خلوي وتحتوي على حبيبات سوداء وظائف الجلد تكمن أهمية الجلد في الوظائف الهامة التي يقوم بها وتتمثل في 1- حماية الأعضاء الداخلية وبخاصة العضلات التي توجد تحته مباشرة 2- التنفس حيث تتنفس الضفدع بواسطة الجلد كلياً أثناء تواجدها في الماء كما يعمل الجلد كسطح تنفسي يتم من خلاله تبادل الغازات التنفسية وذلك بمساعدة الإفرازات المخاطية المرطبة التي تغطي الجلد وتلعب الشعيرات الدموية دوراً رئيسياً في هذه العملية 3- الإحساس وذلك عن طريق النهايات العصبية والخلايا الحسية المنتشرة في طبقة الأدمة 4- حفظ التوازن المائي للجسم إذ يمكن للماء أن ينفذ خلاله بدرجة معينة